لدينا طبعاً الأزمة الكبيرة اللي حصلت خلال الساعات أو اللي تنبه ليها الناس دلوقتي خلال الساعات اللي فاتت ويمكن هنا في البريمو كان دايماً رضا عبد العال بيتكلم عن أن موسماني لن يستمر مع النادي الأهلي وفي اليوم اللي أعلم فيه النادي الأهلي رسمياً تمديد التعاقد اللي هيتم تفعيله بتلاتين يونيو واللي بتحاول شركة كرة القدم برئاسة ياسين منصور أن ما يتمش تفعيل التعاقد معاه علشان النادي الأهلي ما يتكبتش قيمة شرط الجزاء اللي بتصل إلى 500 ألف دولار وبالتالي في محاولات بعد التصريحات طبعاً المثيرة جداً جداً من موسماني خلال الساعات اللي فاتت واللي كمان زوجة موسماني أطلق التصريحات برضو أثارت غضب كبير جداً داخل النادي الأهلي كان رضا عبد العالد زي ما قلتلك هو الوحيد خلال الفترة اللي فاتت اللي بيتكلم عن أولاً من ناحية الفنية أن الموسماني ما ينفعش يقود النادي الأهلي رغم البطولات اللي كان بيأخذها ويمكن إحنا هنا كنا بنجد له وده أمر طبيعي لكن الغريب أن دلوقتي الناس كلها أو معظم الناس 90% من الناس بتطالب برحيل موسماني وبإقالة موسماني وهو الاتجاه الأقرب للنادي الأهلي أو داك للنادي الأهلي بعد مبارتي الزمالك وبيرامدس وبكرة بالمناسبة فيه جلسة ما بين موسماني جلسة جديدة بعد فشل الجلسة الأولى اللي كانت عبرزون ما بين المسؤولين في النادي الأهلي والموديل الفاني خلينا ناخد بقى الكابتر رضا عبد العال اللي كان دايماً بيؤكد على رحيل موسماني وإن شايف إن موسماني وأخلي بالك الكلام اللي كان بيقوله الرضا عبد العال هو نفس الكلام اللي كان بيقوله مسؤولين كبار جداً داخل النادي الأهلي وكانوا بيطلبوا برحيله خلال الفترة اللي فاتت